طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية الترابات اه شوية عقوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتم عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمسلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليكو فعلا بتمرو بالازمة دي اتنهول ربنا هو الوحيد اللي هيرتمن قلبكو وهو اللي هيخراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس ايه حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش كوين اف تنتيكلز ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياطور يمكن البنزين الكام عشرة سايخ ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية يبقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عمليها تكون مرايحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتبدي كل ما هديد اكتر انت محتار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيرانوا اعمل ده ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى تمشي باحساسك دي مش بمدي مش متتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتار بين علاقتين يعني محتار بين انت مثلا او انت محتار بين شخصين حيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش تعد من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن بالله واعلم ان الحيرة دي ده ما قلتلكوا في علاقة او حتى مش تحسوا يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش محتار تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلناك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدمي هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير الجامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه The Death The Death ده كانت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الترو بيوحي بي موت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات قطر فالعجلة هتدور معاك بهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده انا دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد strength يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد كارت ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بطبطب ومش لازم يكون بطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بطبطب على اللي حواليك لا تستعمل معاهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس بيزيتك شوية يا طور شايفة حالة زي ما تقولوا مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعة الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعد حد كده تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك الجندة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله الراية حلوة زي ما عطيت لكم يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودهيله وهو هيبلك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسن لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عادوية صح مرسية عزة اتمنى يتغير حلو وفوك الكعبلة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التفاهيل بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا اضبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريد قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسان هذه من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقولي الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني يحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسيا مارو عشير تسلم ايبك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسيا بسمة جدا صح اشكولك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يا رب تكون كويسة وانا في حد كمان طور عندي من صحابي يا رب يكون حاجات كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت قرائتك ولا لا انت قرائتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي طمانين يقولي ان انت سمعتها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها في انهي لايف بيهم عشان خطفي يقولي انك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلما صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مكيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فهم قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفتو عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بلس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حسب من شيكك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا عامل ازاي يعني سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع من الشربيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفوا هداية من ربنا شايفوا حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة إجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا جنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شهيكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا عرفيك شخص كويس